طيب إحنا لسا معنا كابتن صديق وحنتكلم بقى وحنعرض كمان الإجابات بتاعت حضراتكم الخاصة بالسوشيال ميديا وإحنا كنا بنسأل تشكيل منتخب مصر أمام غينيا توقعاتكم لهذا التشكيل إيه أنا برجو بس من الإخراج دلوقتي إعرض لنا الإجابات وإحنا بنتناقش مع كابتن صديق عشان نعرف ونقارن إجابات الناس وإحنا دلوقتي هي بتتعرض على الشاشات ونشوف حديثك برضو توقعاتك قريبة للناس ولا لأ بتتوقع التشكيل حيبقى عامل إزاي طبعا هو لسه يعني لم يتم بالإعلان أكيد عنه ولكن خلينا عرف من حضرتك يعني بتشوف إيه التشكيل الأمسل أكيد الكابتن إيهاب زي ما قلت لحضراتك في البداية مش هيحول هو يغير كتير هيلعب بالهيكل اللي كان موجود يعني ممكن ندخل عنصر أو حاجة أو لو حد مصاب ولا حاجة بيحصل تغييرات في بعض المراكز يعني بس أنا شايف كترشيح يعني ممكن يبدأ بكده يبدأ بالشناوي طبعا وإن شاء الله عودة حجازي طبعا الوينش وفي أحمد فتوح مصاب ممكن يلعب أي من أشرب باك باك شمال وفي ناحية اليمين ممكن عمر جابر أو يلعب عمر كمال عبد الواحد نص ما لعب فيه النني وفيه السولية ولأن طريقة برضو لعب الكابتن إيهاب أنا متأكد أجومية شوية النني والسولية في حتة الارتكاز ويلعب زيزو وقدام مستفى محمد ومحمد صلاح وفيه كثير من الأسماء اللي حد كنتها خاصة مشترك في معظم إجابات الناس اللي احنا بنشوف عينات منها أجهز ناس أجهز ناس ومرموش طبعا لعبوا قبل كده فيه برضو ما هو مرموش ممكن يا تريزيجية مرموش مثلا فإنما السلاح طبعا هو كيروش كان بيحب يبدأ بمرموش لا كابتن إيهاب هيبدأ باللي هو عارف المفروض إيه عارف الفترة دي قدام يعني هيبدأ بيه وحاطت برضو كروتة ورق ربحة بره فيه لعيبة كتير جدا بودلاء كويسين ممكن ينزله صنوع الفاتح مصطفى محمد إيه زروح مصطفى ممكن لو هو كابتن إيهاب بدأ بيه ما فيش مشكلة ممكن لو مصطفى بره يدخل مرموش مرموش وتريزيجية ومحمد صلاح هو مش هيلعب يعني كابتن إيهاب كورته هجومية الناس اللي أنا قلت عليها مثلا صلاح ومرموش وتريزيجية مصطفى محمد لازم الأربعة تلاقي منهم ثلاثة قدام وزيزو ييجي مثلا من تحت يبقى كده عنده أربعة فوق إحنا عندنا هي خطين الوسط والهجوم عندنا فيهم أسماء زي الفل لو أحسن ناستغلالهم وتوظفهم أيوة ما لازم بقى هنا إيه انت بتلعب أسيوبيا مش بتلعب مثلا السنغال برضو كل الاحترام لهم يعني فلازم كورتك تكون هجومية أهم حاجة التلت الأخرين يكون فيه أكثر من ثلاثة أربعة لعيبة وحد كمان من نص ملعب كامل يكون فيه خمس لعيبة لأن انت بتلعب في ملعبك مظبوط مع غينيا أسيوبيا يبقى غالبا في ملاوي حتى مع غينيا فلازم احنا كورة تكون هجومية من الأول ونستغل الكفاءات اللي عندنا والحاجات الفردية والحاجات الجامعية في التلت الأخرين فنشايف المجموعة اللي أنا قلتها في الأول دي إن شاء الله تفرق معاني بس حتة التغييرات فيه بره عادل إبراهيم عادل فيه محمد إبراهيم فيه أحمد عاطف ده لعيب كويس برضو فيه لعيبة كويسة فيه عشور فيه أفشة فتلاقي برضو التغييرات هتكون إن شاء الله تكون لصالح المنتخب في الحتة اللي فوق إن شاء الله مش هنغير تحت إلا لقدر الله حد تصاب أو حاجة لا نأمل بقى يعني تعيبنا بإذن الله وأنا شايف إن شاء الله لا تبقى بداية موفقة للكتابة إنهاب زي ما قلنا مساندة مساندة وكل الدعم إحنا دعمنا واحد جه كان في المؤتمرات تعمل ينايم الدنيا كلها إهاب في الأول في الآخر مصري وعنده كل الإمكانيات اللي قدمها فلازم نساعد ونفسينا ينجح لأن دي تجربة مصرية يعني كلنا في الأول في الآخر إحنا المكسب لنا إحنا كمان لو ده تم يعني ونجاحات المدرب المصري بتدي بور لكل المدربين المصريين سواء داخلين وخارجية مش بس تبقى يعني بدايته مع المتخب تكون داية موفقة نحن نتمنى أن رحلته أبونا نهايته كمان يعني لا بإذن الله ولو مشي كويس في الأول هيكمل يعني كابتن حسن شحطة في الأول كان بادئ كده صدقني لما جي مسك في الأول كابتن حسن شحطة ده وضع استستاذي جدا لا مشي مع أنت برضو إيه طالما أنت بتديني دعم وبتديني الدفع كويسة فربنا كمان هيكرمني وأنا هيشتغل بيدوء النتائجة هتخدمني والعيبة اللي معيها كويسة هتمشي زي كابتن جوري وكابتن حسن شحطة أنا متفاقل لكابتن أهب هيبقى لي بصمة مع المنتخب بإذن الله اشتركوا في القناة